بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترين حلقة النهاردة بالتأكيد حلقة مهمة لنحن تابع خلاص المستجدات بالنسبة لاستعدادات النادي الأهلي للبطولة الإفريقية نهاية دور الأبطال خلاص العد التنازلي لهذه المباراة العامة مباراة يوم 27 نوفمبر باقي عليها حوالي عشرة أيام وأيضا كمان بعد أقل من ساعة مباراة منتخبنا الوطني مع توجو في الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون يناير 2022 طبعا حالة النهاردة فيها تفاصيل كثيرة لكن محتاج أبدأ بأقول كل جمهور النادي الأهلي وكل محبي النادي الأهلي في كل مكان ألف مليون مبروك قناة النادي الأهلي فازت بالأمس بجائزة أفضل قناة رياضية عربية من مهرجان الفضائيات العربية جائزة لها معنى كبير جائزة لها قيمة كبيرة النادي الأهلي وإعلامه دائما لازم يكون في الريادة لازم يكون في المركز الأول لأن أي شيء أو أي منظومة تابعة للنادي الأهلي لازم تكون في المركز الأول زي الكيان وزي مؤسسة النادي الأهلي في كل القطاعات فكرة أن قناة النادي الأهلي تفوز بالمركز الأول في قناة رياضية من ضمن أهم القنوات الرياضية العربية ده لها معنى ولها مغزى وده اندل على شيء بيدول أن في كتيبة عمل بتعمل مجهود كبير جدا خلال الفترة الأخيرة لأن دائما وأبدا النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي لا يقبل سوى بالمركز الأول وتحديدا قناة النادي الأهلي الوجهة الإعلامية للنادي الأهلي في كل مكان بنحاول قدر الإمكان الكل على مستوى الحدث أن نقدم مادة إعلامية محترمة طليق أولا بمبادئ واقية من النادي الأهلي وفي نفس الوقت كمان محبين النادي الأهلي موجودين في كل مكان فبيستنوا كل الجديد على شاشة توقنات النادي الأهلي هي البداية وليست النهاية لأن احنا تعلمنا في النادي الأهلي فوست بجيزة أو حققة المركز الأول تقفل الصفحة وتبدأ تشوف شغلك في كتاب جديد وشغل جديد الفترة الجاية عشان دايما تكون في المركز الأول إنجاز طيب وإنجاز مهم جدا لكل جماهير النادي لأنه جاي في توقيت مهم لأن في فترة قياسية وفي مدة زمنية قصيرة قدرت قناة النادي الأهل بمحتوى جديد وبشكل جديد تفرض نفسها كما هي العادة على كل الفضائيات الرياضية العربية تحديدا خلال الفترة الأخيرة إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون فيه المزيد والمزيد وكل كتيبة العمل من طبعا أكبر المسؤولين داخل المنظومة الإعلامية وتحديدا قناة النادي الأهلي إلى طبعا كل القطاعات داخل قناة النادي الأهلي بيسعوا بشكل كبير جدا أنهم يقدموا كل شيء يسعد جماهير النادي الأهلي والفترة الجاية بإذن الله هتكون فيه إضافات وفيه أمور أفضل وأفضل بإذن الله لحنا دايما بنسعى نكون في مصاف المركز الأول ودائما النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي خلف الكيان في كل مكان وجمهور النادي الأهلي قادر على إنجاح أي شيء بإذن الله بيحمل اسم الكيان الكبير كيان النادي الأهلي فهنيئة لكم بهذه الجائزة لأنها في الأول وفي المقام الأول والأخير هي جائزة لجمهور النادي الأهلي